زلزال المغرب يعيد إلى الأذهان الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية في فبراير الماضي ما حدث في تركيا وسوريا كانا زلزالين متتاليين وليس زلزالاً واحداً الأول كان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب وبلغت قوته 7 درجات و18 على مقياس الاختر وبعد مرور 9 ساعات وقع زلزال آخر بقوة 7 درجات و16 بالقرب من مدينة كهرمان مرعش أما زلزال المغرب كان أقل عنفاً بقوة 7 درجات و20 على سلام رختر مركزه أقليم الحوز التابع لمدينة مراكش زلزال تركيا وسوريا وقع على عمق نحو 18 كيلو متراً ما تسبب في أضرار جسيمة للمباني على سطح الأرض امتد إلى مساحة 150 كيلو متراً وشعر به السكان على امتداد 900 كيلو متر بينما زلزال المغرب وقع على عمق ثمانية كيلو مترات شعر به السكان على محيط 400 كيلو متر ما حدث في المغرب كان زلزالاً تكتونياً بسبب تحرك الصفيحة الإفريقية لدى الصفيحة الأوراسية لكن زلزال تركيا وسوريا كان سببه استضاماً بين الصفيحة الأسيوية والصفيحة الأوراسية مدة زلزال كهرمان مرعش هي 75 ثانية تبعت هزات ارتدادية متواصلة أما زلزال المغرب فاستمر مدة 22 ثانية كان له هزات ارتدادية وصلت إلى 5.8 على سلامي رخت